محمد مساء الخير عليك أهلا بيك مساء الخير عليك وعلى جميع المشاهدين يعني بعد قرارات الاتحاد الأوروبي اليوم الويفا ماذا طرى في المستقبل هل ستستأنى في البطولات الأوروبية ومتى وما هو الموقف الآن في العديد من الدوريات الأوروبية إن لم تستكمل هذه المسابقات طبعا هناك حسب ما أعلن أيضا اليوم في الإعلام أن هناك ستكون خلية أزمة أشبه بخلية أزمة ستجتمع من أجل إيجاد حلول لإنهاء هذه الفعاليات الرياضية التي هي حقيقة تعتبر ليست مهمة فقط على مستوى ألمانيا وأوروبا وإنما حتى على مستوى العالم يعني بطولة البندسليغا يعني يتابعها العالم كله وليس فقط في ألمانيا وإضافة إلى أهمية هذه الدورة من ناحية الكروية لما تقدمه من طبعا أدالي اللاعبين وطبعا الفرق الألمانية التي تشارك أيضا في البطولات الأوروبية بشكل قوي جدا وهي تعتبر من أكبر الأندية ربما على مستوى العالم أيضا طيب السؤال الدوري لألمانيا متوقف الفرنسي الأسباني الإيطالي الإنجليزي كل الدوريات قرار الاتحاد الأوروب اليوم بتأجيل البطولة الأوروبية لسنة كاملة وفي الغالب اختراح أنها تتلعب في 12 دولة حينتهي وحتروح إلى دولة واحدة ووضع حد أخصى لإنهاء البطولات الأوروبية شايفوا بيدي فرصة من جديد لاستمرار هذه الدوريات ونهايتها ببطل وبهبوط بعض الفرق؟ أكيد طبعا لأن هناك إعلان أنه التوقف التام هو الآن مثلا داخل ألبانيا إلى حد 20 أربعة هذا توقف تام لجميع النشاطات الرياضية ليست فقط طبعا كرة القدم وبالتالي هناك ربما بعد 20 أربعة سيكون هناك حديث وإعادة تقييم للوضع الذي هو موجود في مسألة البايروس وانتشاره وهذه المسألة ربما ستعطي فرصة لإعادة تقييم المسألة لربما يكون هناك إعادة لبعض الألعاب أو لبعض المباريات ربما من دون جمهور أو شيء من هذا القبيل طبعا طيب في ألمانيا البايرن هو متصدر البطولة بجدارة وأيضا ما سرته في البطولة الأوروبية تسير بشكل جاية في حالة استئناف البطولة حتى لو بدون جمهور خلاص الوضع منتقي لكن إذا تم الإلغاء هيكون القرار إيه هل إعطاء اللقب للمتصدر وكيف سيكون الوضع بالنسبة للفرق التي من الممكن أن تهبط إلى الدرجة الثانية طبعا هذه المسألة إلى الآن لم تبحث بشكل جدي وطبعا هناك مخاوف من هذا الموضوع لأن هناك اعتراضات كبيرة أيضا من قبل الجمهور ومن قبل الأندية حول هذا الموضوع بأنه كيف ستحسم هذه المسألة هناك حديث أن ربما سيكون هناك اجتماع موسع للاتحاد لاتخاذ قرار بهذا الشأن سيكون هناك أيضا مفاوضات وحديث حتى مع الاتحاد الكرة الأوروبي ليكون له أيضا رأي في هذا المجال هناك آراء كثيرة جدا ومتشعبة في هذا الموضوع طبعا على الأغلب سيحاول الاتحاد الكرة الألماني بأي شكل أو إشكال استكمال الدوري حتى على الأقل ولو بدون جمهور من أجل أن يكون هناك على الأقل نتائج أفضل مما أن يكون في هذا الموقف المحرج جدا بالنسبة للاتحاد وبالنسبة لجميع الأندية لأن هناك أندية كما تعلمون أن في كرة القدم دائما ربما بعض حتى المباريات الأخيرة تغير الكثير من المعادلات فلذلك هذه المسألة ما زالت حريجة جدا بالنسبة لقرارات الاتحاد كرة القدم الألماني محمد خفاجي مراسل شبكة S.W.R المانية بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات حنرجع تاني للي بيحصل في